أحييكم مجددا أظهرت صور صادمة تحول أخور الجبايش في محافظة ذقار من مسطحات مائية إلى ممرات وقنوات صغيرة جراء الجفاف والتصحر الذي يضرب العراق ذكرت مديرية البيئة في ذقار أن شعبتي الأهوار ونظم الطبيعية أجرت جولة بيئية في أعماق أهوار الجبايش وسجلت نقصا غير مسبوق في مستوى منسيب المياه دعاية الجهة المعنية إلى إيجاد الحلول السريعة حفاظا على الأهوار والسكان المحليين من الهجرة كما حضرت الحكومة المحلية في ميسان من أزمة قاسية في شح المياه في أقضية ونواحي تتديل نهر دجلة المصدر المائي الوحيد للمحافظة أكدت الحكومة المحلية أن نحيتي بني هاشم وسيد أحمد الرفاعي فضل العناطق أخرى تشهد نقصا في المياه من عكس على الزراعة والمواطنين من سكانة تلك المناطق ويهدد بتداعيات بيئية وسكانية خطيرة أرجعت مديرية بيئة ميسان جفاف هور العودة ضمن قضاء الميمونة إلى انحسار الإطلاقات المائية عبر النهري البتيرا والعريض المغاديين لمناطق الأهوار الوسطى والغربية